فيديو النهاردة بإذن الله هو المحاضرة 11 رينال المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفليود بلانس المقدمة وأنواع الكمبارتمنس وإزاي أن نقدر أقيس كل حاجة المقارنة بين الانتراسالولر والأكستراسالولر كلمنا عن الووتر بلانس وقلنا الووتر جين الطرق بتاعته والووتر لص اتفقنا أن الماستر هو السوديم لما يزيد السوديم نعمل إيه علشان نخلي الأزمولاريتي سبتة لازم نزود المية نخفف الملح الزيادة أزود المية بفكرة أزود الجين وأقلل اللص واتفقنا إزاي نعمل الكلام ده من خلال دياجرامات مختلفة إزاي السيرست سنتر أشغله أو أوقفه إزاي الـ ADH بيشتغل كلام ده قلناه وقلنا العكس صحيح لو قل السوديم لازم نقلل المية برضو الأزمولاريتي تبقى سبتة فنقلل الجين ونزود اللص قلتلكم الأكسترا سليولر فليويد فوليوم مبني أساسا على السوديم لأن السوديم هو الأساس اللي بيقولي الفوليوم يزيد أو يقل والمية دايما تابع للسوديم فيديو النهاردة حنستكمل الموضوع حنتكلم عن نقاط مهمة جدا أول نقطة هقولها في الفيديو يا ترى أي تغير في الأكسترا سليولر فليويد فوليوم يغير أزمولاريتي أو يغير تونيسيتي ده سؤالي هتقولي طبعا لا ممكن جدا أفقد دم والأزمولاريتي سبتة في حالة الهيموريج في الهيموريج أنت بتفقد ملح ومية بنفس النسبة وبالتالي آيزو طونيك فليويد لص أنا بفقد نسب سبتة في توازن ما بين المية والملح إلا أنا فقدتهم علشان كده حنبتدي كلامنا بالرسمة دي آهو آيزو فوليوماتيك دي فيست آيزو أوزماتيك فوليوم دي فيست هناك نقص في الحجم ولكن أزمولاريتي سبتة وطبعا دي يبان في حالة الهيموريج أو النزيف هتقولي معنى الكلام ده إن المية لهتدخل جوه السل ولا هتخرج منه ده عادي جدا أزمولاريتي انترا ساليولر وأكسترا ساليولر آد دبعا الفيديو اللي فات قلنا إن فيه أزماتيك إكوليبريام ما بين الانترا ساليولر والأكسترا ساليولر ميتين وتسعين ميلي أزمول بير ليتر قلتلك إن الميمبرين أوفزا سال سيمي بير ميابول يدخل مية أو يخرج مية طب بنفس المنطق ينفع يزيد الفلاود في الأكسترا ساليولر والأزمولاريتي سبتة؟ أقولك آه لو أنا علقتلك محلول آيزوتونيك سالاين السالاين ده محلول ملح لو بصيت على الإزازة مكتوب عليها 0.9% اتفقنا الفيديو اللي فات إن تركيز الملح إكسترا ساليولر 9 من 10% معناها إن تركيز الملح اللي برة يساوي اللي جوه السيل طب أنا هعلقلك محلول آه عملت فلاود جين كفوليوم ولكن أزمولاريتي سبتة اللي برة أد اللي جوه ونفس المنطق المية لا حتدخل ولا حتخرج جوه السيل ونسميها المرة دي آيزو 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 أو المراجع يسموها اسم جميل آيزو طونيك فوليوم إكس بانشن كأن الفوليوم تمددت آه زاد الحجم الفيديو اللي فات قلتلك معلومة مهمة جدا إحنا ما يهمناش الفوليوم اتغير قد إيه قدر ما يهمنا الأزمولاريتي اتغيرت قد إيه طيب وده يوصلنا لنقطة مهمة قبل الجدول ده مين أهم سيلز تتأثر بالأزمولاريتي برين سيلز وبرين سيلزة تتأثر قوي لأن البرين is enclosed يعني محتوط في closed cavity طب وبالتالي التغير بيبقى واضع عليه تعالى نتخيل أزمولاريتي عالية ملح عالي بره خلايا المخ هيسحب المية من البرين سيلز لبر فالبرين سيلز يحصل لها shrinkage وهناك آثار لده يعني يحس بغسيان يحس confusion ربكة ارتباك كومة غيبوبة كلها أعراض عصبية نتيجة لتغير الأزمولاريتي اللي موجود في الأكسترا الأكسترا سيليولر في اللي بره البرين سيلز طب نقول معلومة مهمة أنه المسل سيلز بتاعتنا يعني أقول لك آه الخلايا بتاعة العضلات المسل سيلز تقدر تعود أي تغير فيه الأزمولاريتي حتى عشرين في المية طيب ده حتى كمان ممكن التشنجات تبان نتيجة لتغير الأزمولاريتي في البرين سيلز طيب يبقى كده اتكلمنا على نقطتين مهمين جدا دلوقتي هنتكلم على أول عنوان عندنا في الفيديو ديفانس أوف أكسترا سيليولر فليويد فوليوم عايز أفكرك بالفيديو اللي فات أنا قلت أن الأهم أزمولاريتي نظبط الأزمولاريتي حتى كنت دايما أحط في الفاكتورز أقول لك الأزمولاريتي تشينج رقم اتنين فوليوم تشينج طيب نيجي نقول بقى الأكسترا سيليولر فليويد فوليوم اللي يتحكم فيها هو السوديوم أهم آيون يحافظ على الأزمولاريتي بدليل لما قلنا زيتشيف كطايون أكسترا سيليولر فليويد هو السوديوم خلي بالك السوديوم لو زاد ضغط الدم يزيد والعكس لو قال هيقل ضغط الدم عندنا فعشان كده السوديوم ده مهم قوي عايزك تخلي بالك من الكنسانتريشن السوديوم من 140 إلى 145 ميلي اكويفلن بيرليتر فلو حصل هايبر ناتريميا زيادة سوديوم في الدم طبعا يكون أعلى من النورمال رينج ده العادي أوزمولاريتي أعلى من 290 295 ميلي أوزمول بيرليتر تبقى فوقية نفكر في السبب هو ليه السوديوم زاد اكسترا سيليولر تقول لي معنى الكلام ده ان المية قلت تقول طبعا التركيز الملح أعلى من المية فالتونيسي تزادت طيب المية قلت ليه أفكر في احتمالين يا أم الووتر جين قليل هنا بقى نخلي بالنا من الحكاية دي يعني ووتر جين قليل واحد مش قادر يشرب مية يبقى أكيد فاقد الوعي ده مثال أو بيبي صغير لسه مولود إنفنت أمه ما دتلوش مية كفاية يبقى ديكريز ووتر جين عمرها ما هتحصل في واحد أدلت وواعي لا طب الاحتمال الثاني زيادة الووترلوس فقدنا مية فقدنا مية يبقى نفكر على طول أنتي ديوريتي كرمون قليل ديابيتس انسيبيتس هتلاقي الكلام احنا قلناه قبل كده بس بنحطه في عناوين وجداول مختلف طيب فكر معايا كيلينيكال بيكتشر هل اللي عنده صديم عالي في الدم يعتش ولا لا تقول لي يعتش ليه صديم عالي يبقى أنا عاوز أزود المية عشان أخفف الأزمولاريتي دي عايز أرجعها للطبيعي للمتين وتسعين طيب أزود مية يبقى لازم أشغل السيرست سنتر أزود الووتر جين وده مهمة قوي طيب وزود الإيه دي عشان أقل الووتر لص يعني الكوزس اللي حصلت قدامكم أنا عايز طبعا أعكسها عايز أعكسها طيب ده شيء طبيعي وبيحصل مصل ويكنس وهنشرح فيما بعد السبب إيه طيب إيه العلاج طبعا العلاج لو أنت فشلت تومبنسيت لازم تشرب مية أورال أو انترا فينس حسب صعوبة الحالة تعايز تعود بمية وإيدي إتش طيب نيجي للعكس هايبو ناتريميا صديم قليل في الدم يبقى أقل من العادي من مية خمسة وثلاثين طالب هيقول النورمال رينج من مية واربعين يا دكتور لمية خمسة واربعين أنا كنت متوقع تقول هايبو ناتريميا يعني مثلا مية تسعة وتلاثين أقل من أقل رقم بحاجة بسيط لا دايما بيبقى فيه رينج رينج ده بمعنى عشرة في المية أقل أو عشرة في المية أعلى يعني مش على طول أول وان ميلي اكويفلنت أقل نقول يبقى هايبو ناتريميا والأوزمولارتي أقل من ميتين خمسة وسبعين ميلي اوزمول بيرليتر تقول تمام طيب السبب بقى لما الصوديم يقل اكسترا سيليولر ده معناه العكس المية زادت خففت الأوزمولارتي مية زادت يعني زاد الووتر جين هنا طالب حيسأل طب ماهو لما لما اشرب مية كتير طب ما يا دكتور بيحصل دايريسيس حافقد المية الزيادة فيه اليورين طب ازاي بقى فيه جين لأ انت بتشرب وما بتفقدش اكدني فيها مشكلة انت عندك آه نوريا آن يعني مفيش ويوريا يعني بول مفيش يورين اشرب وكسب مية ومش هتفقدها او السبب التاني ان الووترلوس قليل انا ما بفقدش مية المية العالية دي لان الاد اتش عندي شغال اجامد طبعا عشان كده clinical picture الراجل ده مريض ده ما يعطاش لانه انا مشكلة المية زيادة خلي بالك في ميكانيزم قلتها في اندوكراين والفيديو اللي فات علشان اعطاش مبنية على اوزمولاريتي عالية ما اوزمولاريتي عالية ملح عالي هيسحب مية من السيلز احصل لها shrinkage مش حنستنى لغاية لما تكش فالحاج يبقى لازم نشرب مية ونعوض كلام اللي قلناه دياجرامات lecture 10 الوضع تغير اوزمولاريتي اقل فالاوزموري سيبتورز ما اشتغلش اشتغل ازاي الفلايب وصلابس فما اشغلش السيرست سنتر ونفس الكلام ما شغلش السوبرا اوبتيك نيوكليس انه يصنع ال ADH يعني ها دي الفكرة عشان كده السيرست وليل وفيه confusion ودي مهمة جدا ليه بقى لان انت هتدخل مية جوه السيل السيلز احصل فيها swelling وخاصة خلايا المخ ومدام السيلز بقت swollen وورمة السيجنالز اللي خرجه من البرين هتبقى اقل سيطرت البرين عالجسم اقل فيبقى فيه نوع من التبلد اسميها apathy متبلد متبلد يعني مش عايز يتحرك مش عايز يشتغل lesergy وفيه كسل في الحركة لان المصل علشان تتحرك محتاجة action potential يجلها من الكورتكس باشارات معينة زي action potential يتنقل والبرين سيلز are swollen كلام ده في منتهى الاهمية العلاج العكس ما تشربش ماء ما ينفعش وعالج السبب ده مهم جدا في الhypo natrimia عايز اقولك حاجة مهمة ان السوديم او اي الكترولايت ما تفكرش انه زاد بسبب الجين يعني يعني اقولك سوديم عالي فيه الدم فواحد يقولك ده بيهاكل اكل مملح كتير مخللات كتيرة ايوا ده فيه عادة للناس كده ولكن السوديم دايما لما نقول عالي معناها اني اللص او الاكسكريشن اقل احنا ما عندناش سنتر في البرين زي الميا الميا في حاجة اسمها water gain serious center هعتش اشرب ميا اعلي الميا في دمي اما الملح لا فيه مكان اسمه salt apitae center salt center او مركز الملح الحساس ده مش موجود عندنا في البشر موجود في العصفير والكلاب العصفير لو كالسيم قال عايزة كالسيم نفس الكلام في الكلاب عندها الحكاية دي اما الهيومن لا ما فيش حد يقولك انا حموت واخد حاجة ملاحة لا ايو انا نفسي اكل كيس شبسي او ملح على الاكل ويعني بيحل طعمه بس مش حموت عليه عكس فكرة العطش لا انا عايز اشرب ميا دلوقت انا مش قادر ففيه فرق عايزين نبقى حاسمين ومع بعض نيجي لأول واهم الكترولايت عندنا صوديم بالانس تعود معايا في اي الكترولايت لازم تعرف فانكشنز ده مهم قوي ورحلة الايون ريابزوربت او سيكريت على مدار النفرن والفيديوهات اللي فات هفكرك بيها فاكترز افكتنج الايون ده فاكترز اللي تساعد على عادة امتصاصه او التخلص منه السيكريشا اللي اخدتها في المنهج ونتكلم عن الديستيربنس لو قل او زاد ايه الاسباب ده مهم جدا لازم تكون عارف سوديم بلانس من حيث الفونجشنز تعالى نجمع كل معلوماتك في السنين اللي فاتت اول حاجة مهم للاكسترا سيليولر فليود في ثلاث كلمات في ثلاث كلمات فوليوم اسمولاريتي اند بفر تقولي طب بفر ليه سوديم باي كربونات السوديم بيعادل اي تغير في الاسد لو انا عندي اسد زاد في الدم زي اللاكتك اسد وده حمض قوي لازم امسكه في ويك بيز قاعدة ضعيفة سوديم باي كربونات احول لسترونج الى ويك اس يبقى انا بفر طيب اسمولاريتي قلناها الفيديو اللي فات السوديم مية خمسة واربعين ميلي اكويفلانت بير ليتر تقريبا نص اسمولاريتي بتاعت البلازمة اللي هي ميتين وتسعين وساهم بنسبة خمسين في المية الفوليوم عارفنها من الكارديوفاسكولر سيستم لما بيزيد السوديم في الدم بيسحب مية من السيلس فبيبقى سوديم بلاس ووتر يبقى بيكبر الفوليوم طبعا مهم في ضغط الدم ليه لما بتكبر الفوليوم بتزود الفينس ريتيرن الدم اللي راجع للقلب فبيزيد اند دياستوليك فوليوم ستروك فوليوم كاردياك اوتبوت فيزيد ضغط الدم سلسلة الاكويشنز اللي قلناها في فيديوهات الكارديوفاسكولر سيستم رقم تلاتة على اليورين ده قولناه السنادي في الرينل صوديم مهم انه يركز اليورين الهايبر تونيك ميدالل انترستيشيال فليويد ما انا اللي حسحب المية من الكوليكتينج داكت ده مهم قوي وانا اللي حدخل المية الزيادة في الاسسندينج فازاركتا وهخرج للانترستيشيال فليويد للحفاظ على تركيز الملح يبقى عالي اللي بناه اللوب اوف هيدل كلام دا قلناه رقم اربعة تيشو اكسايتابلتي شرحناها مع النيرف من قبل قلنا السوديم لما يدخل بيعمل دي بولاريزيشن في الممبرين اوف زا نيرف ويوصلني للفايرينج ليفل وهو المسؤول عن الامبليتيود او ارتفاع الاكشن وتنش رقم خمسة قلناها السنة اللي فاتت انتروضاكشن والسنة دي نقل الجولوكوز السوديم بيتحرك من الليومن الى السل قلنا بالديفيوجن ويشد وراه الجولوكوز في نفس اتجاهه وقلنا نقل نقل الجولوكوز من الليومن الى السل تعتمد على شيال اسمه سوديم جولوكوز ترانسبورتر وان اس جي ال تي وان يبقى ايزا نقل الجولوكوز تعتمد على السوديم فايزا دول الخمس فوائد عايزا اقول لك النهاردة السوديم كبالانس هنتكلم عليه بطريقتين طريقة الميلي اكويفلانت تمام وطريقة البرسانتج فاكر لما اتكلمت عن الووتر هاندلينج في الفيديو التاسع ارتلك الووتر هاندلينج قولي النسب زائد قولي كام لتر بلازمة حينزل في الفيلتر ونحسابها بالطريقتين طيب سوديم بالانس الديستريبيوشن 4000 ميلي اكويفلانت اللي 4000 ميلي اكويفلانت ملح متوزعين في تلات اماكن 2100 اكسترا سيليولر فليوت ده مهم ما احنا قولنا اهم كطين 1100 في العض والباقي انترا سيليولر فليود طبعا ان اهم كطين جوه السل هو البوتاسيوم وليس السوديو طب احنا بنتكلم النهاردة عن سولت بلانس توازن الملح اللي داخل انبوت قدل لخيرك بمعنى لو فرضنا ان انا اخدت 10 جرام ونص ملح في اليوم يبقى الاوتبوت هفقد طول 10 جرام ونص ما هو اللي داخل يساوي اللي خارج هو ده البالانس كافة الميزان الطبيعية طيب انا الاوتبوت هينزل في اليورين 10 جرام وفيه السوات العرق والفيسز نص جرام 10 زائد نص يساوي 10 ونص جرام فيه معلومة مهمة انا اعيزك تبروزها معايا لو انت مكلتش ملح خالص خالص معظم اكلك salt free diet ما تقلقش برضو ملحك منزبط طالما الكيدني سليم والاندوكراين او الغدد سليمة الغدد انا قصدي aldosterone اللي طالع كهرمون من غدة الادرينال كورتيكس طالما الاتنين سليم salt is balanced خلي بالك مش لازم اكل ملح كتير مش شرط فيه ناس اكلها ملح قليل قوي وناس اكلها ملح كتير وناس بين البنين فالكلام ده كله is balanced نبدأ رحلة توازن السوديوم بالطريقتين اول طريقة ملي equivalent per day تاني طريقة percentage بصوا معي الجلوماريولار انا اديتك رقمين اديتك تركيز السوديوم والvolume of the filter اللي نازل في السوديوم فطالب قال لي طب وانا استفيد ايه قلت له فاكر الاماونت او الفلتر لود فلتر دي لود يعني كمية المادة اللي نازلة في الفلتر تساوي قال لي volume times concentration طب الvolume 180 لتر GFR هضربه في تركيز السوديوم 140 لو ضربته اللي اتنين دول في بعض هيطلع الرقم خمسة وعشرين الف ومتين ميلي اكويفلنت سوديوم في اليوم طيب انا عايز ما اصر بص بق هنروح للبروكسي مالتوبيول 67 في المية من الرقم ده يحصل له obligatory reabsorbs هيمتص 67 او 65 في المية من ده 16 الف 800 ميلي اكويفلنت ننزل مع بعض هنا في ال descending loop of هنل هل يطر السوديوم بيمتص تقول لي لا طب نطلع بقى في ال ascending loop of هنل السوديوم بيمتص شوف فطلعنا ساهمه من ascending ده مهم جدا وقلنا 25% يمتص يعني 6300 لو انت جمعت 67 و25 تقريبا 92% باقي تمامية في المية تقول لي لا ده باقي 7% لان في 1% على الاقل هيبقى excreted طيب نيجي بقى لل5% فلتر من السوديوم ري ابزوربت في الليت ديستل توبيول اللي الالف ومتين تمام ثم بعد كده نسب قليلة في collecting داكت طيب اللي هينزل في اليورين كافوليوم 1500 ميلي في اليوم تقريبا لتر ونص وتركيز السوديوم في اليورين كام هتقول لي 100 ميلي اكويفلانت بر ليتر يعني معنى الكلام اذا ضربنا الفوليوم في الكونسنتريشن يطلع لي الاماونت لتر ونص يعني كأني بقولك ايه 15 على 10 1.5 على 10 15 على 10 في 100 يعني اذا 150 ميلي اكويفلانت سوديوم سنفقده في اليورين اي ما يعادل 6 من 10 في المية من الفيلترد لود دي رحلة السوديوم او بتكلم على ميلي اكويفلانت نبص على رحلة النسب ما احنا قلناها 67% او 65% proximal tobyul descending loop لا ascending loop 25% 5% distal tobyul 3% في collecting duct واللي نازل اقل من 1% طيب بما ان احنا بنتكلم دلوقتي على موضوع balance لازم نعرف factors affecting sodium excretion sodium اللي احنا هنفقده يا طرق ايه factors اللي بتتحكم فيه عندنا 7 factors بس انا يهمني ان انت تكون فاهم مش حافظ يعني ايه امشي من بداية الرين هتلاقي اول عنوان glomerular tubular balance تقول لي اه العنوان ده انا فاكر ان احنا قلناه مع sodium absorption فاكر factors اللي بتأثر في امتصص السوديم كانوا اربعة اول واحد glomerular tubular balance وتاني واحد forces starling forces تالت حاجة arterial blood pressure autoregulation ورابع حاجة جدوى المقارنة الهرمون هرمون الفلاني اشتغل فين عمل ايه هفكرك بالكلام ده كل يعني هتلاقي فيديو النهاردة في حديث الذكريات بفكرك باللي فات بس بنحط ه الفلتر الفلتريشن فراكشن عن 67% انا عايز نسبة الفلتريشن فراكشن تكون سبتة فاي فلتريشن هينزل في البومان كابسول يتسحب بالبريتوبولر كابيلرز اللي فيها اوزماتيك فراشر عالي اسحب الفلتر الزيادة لان انا عندي براشر اقل في البيريتوبولر كابيلر 13 مليميتر ميركل وعندي بلازمة بروتين مركزة اكتر في البيريتوبولر كابيلر تقدر تسحب الفلتر الزيادة ليه يبقى دي اول حاجة طيب نفكر رقم اتنين برضو من ضمن الفورسز لما جينا شرحنا القوة التي تتحكم في امتصاص بصفة عامة قلنا اتنين يساعدوا الابزوربشن واتنين العكس اللي يساعد الابزوربشن كان مين تقول لي طبعا هايدروستاتيك بيريشر في الانترستيشيال فليود اللي بره هيزق الفليود الى جوة البريتوبولر كابيلر اي حاجة هتزق الفليود ناحية بيريتوبولر كابيلر تبقى قوة امتصاص والعكس صحيح يبقى دي قوة امتصاص وفي قوة تانية الاسموتك بيراشر وفي بلازمة بروتين اللي جوة الكابيلر هتسحب هتسحب مية ناحيتها طيب العكس القوة بقى طب لو كان بيريتوبولر هايدروستاتيك بيراشر يعني قوة جوة البريتوبولر كابيلر تزق الفليود لبر يبقى دي قوة عكسية لو زادت هيقل الامتصاص يحصل اكسيكريش او الاوزموتك بيراشر ان في بلازمة بروتين موجود في الانترستيشيال في لود اذا كان موجود عالي هيسحب المية لبر يبقى اوبوزنج فورس كلام دا قلناه حتى لما جمعنا القوة اللي بتساعد الابزوربشن لقناهم 38 والقوة العكسية 28 قلتلك وقتها الفرق بين القوتين يساوي 10 مليميتر ميركري اسمه نت ابزوربشن براشر محصلة النهائية للامتصاص طيب نيجي دا لرقم 3 Sympathetic Activity حوريلك السيمباساتيك ونرجع تاني السيمباساتيك دوره ايه يساعد على امتصاص السوديم تعالى نفكر بالعقل ومن غير حفظ تعايز السوديم يبقى ابزوربد يبقى معنى كده لازم الفلتريشن يقل اه طب هو مين اللي مسؤول عن الفلتريشن glomerular capillary pressure طب هو بيع على الضغط فيها ازاي ان انا اوسع المدخل افرنت ارتريول لا انا دي الافرنت ادي الافرنت وكلام ده احنا قلنا قبل كده عن طريق الانجيو تنسى ده مهم ازاي دي الافرنت طيب في حاجة تانية انت دي اقت الافرنت يبقى انت قللت الرين بلود فلو وده مهم جدا وطالما قللت الرين فلو يعني قللت الدم اللي ماشي في الرين الارتري والانتر لوبار وانتر لبيول السكة دي كلها وقللت الدم اللي راح للإيفرنت ارتريول طب هو مين امتداد الإيفرنت ارتريول تقول بيريتوبولر كابلري يعني انت قللت الدم اللي داخل في البيري توبيولر كابلري يبقى قللت قوة الهايدروستاتيك بريشر اللي عنده طب ما هو الهايدروستاتيك بريشر اللي جوه الكابلري هتزق الفليود اللي برا تبقى قوة تعكس الامتصاص يبقى اوبوزنج توابزوربش طالما انا قللتها يبقى انا عملت العكس زودت الابزوربش شوف كل دي افكار طب ميكانيزم تالت طالما السيمباساتيك بيشتغل يعني بيشغل الجاكست جلوماريولر أباريتس اللي من ضمنها سيلز جاكستا جلوماريولر سيل اللي بتطلع رينين فالرينين يزود الالدوستيرون الميكانيزم اللي كلنا عارفينه يحول انجوتنسانوجن الانجوتنسن وانجوتنسن 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 التو التو ده هو اللي بيشغل الألدوستيرون انه يتفرز والألدوستيرون مشهور بيعمل صوديام أبزوربشن لانه خلي بالك بيشتغل على البرينسيبل سلز البي سلز فيعمل صوديام أبزوربشن وفي المقابل بوتاسيام سكريشن طبعا الميكانيزمس دي بتشتغل أساسا لو عندك هيموريج ضغط دمك قل عاوزين نحافظ على السوديم يبقى السيمباساتيك اشتغل بطرق ولو تلاحظ الطرق كلها ليه علاقة ببعض يعني أنا عايزة ديع الأفرنت طبعه عن طريق الأنجوتينس اللي مين كونه عن طريق الرينين يبقى دي هنا معلومة عن الرينين ومعلومة عن الأنجوتينس ثم قللت الفلو يبقى معلومة على الهايدروستاتيك في البريتوبولر نرجع لكلامنا طيب ألدوستيرون طبعا يزود سوديم أبزوربشن فيقلل إخراب نيجي بقى للنقطة الخامسة بس قبل الخامسة عايزة أقولك أن الأنجوتينسين 2 بيشتغل على البروكسيمال توبيول دايريكت وعلى الديستل توبيول ان دايريكت فطالب يقول لي طب ليه اشتغل على الديستل بشكل غير مباشر فكر مين اللي بيشتغل على الديستل توبيول كهرمون تقول لي ألدوستيرون اللي مين شغاله الانجوتينسين 2 يبقى إذن بيشتغل بشكل مباشر غير مباشر طيب نيجي للنقطة الخامسة A-N-P أنا برمي السوديم الزيادة الناتريم في اليورين معنى كده أول نقطة لازم تقولها إنهبت سوديم ري أبزوربشن في الديستل وكوليكتينج داكت دا من اسم طب فيه سؤال بقى هو إزاي منع السوديم ري أبزوربشن زود سايكليك جي أمي بي جوه السل فمنع نقل السوديم عن طريق السوديم تشانلز في الإنر كوليكتينج داكت شفت إيه اللي بيخلي السوديم أبزوربد أوقفه أنا عدو الامتصاص طالب قال لي طب نستنى شوية بقى طالما سوديم أبزوربشن معناها إن أنا عايز سوديم بوتاسيوم بمب طب ما هو البمب دا فيه ATP لازم يتكسر فييجي الإن بي قول رقم ثلاثة حوقف سوديم بوتاسيوم ATP دا مهم قوي طيب النقطة الرابعة قلناها مع الكارديوفاسكولر حوقف الهورمونز اللي بتحافظ على السوديم يعني أو يعني الألدوستيرون أو أوقف أو أوقف الرنين يعني أنا أوقف الرنين من الأول ثم حيوقف الألدوستيرون يعني أنت عايز تقول لي إن الإن بي بيتتبع أي حاجة تزود سوديامري أبزوبشن ويوقفها لسه باقي ميكانيزمات تانية يعني الميكانيزمات دي كلها ميكانيزمات سهلة لسه فيه أوسع الأفرنت أرتريول ودايء الإيفرنت طب أنا هوسع المدخل ودايء المخرج فزودت الجلوماريولر كابلري براشر زودت الفلتريشن أنا عايز الفلتريشن يكون عالي ده مهم جدا بعكس اللي أنا قلته لو أنت عايز السوديام أبزوبشن يكون عالي قلل الفلتريشن عشان كده لو أنت عايز الموضوع يمشي بنظام إحنا هنقع نفهم كل الميكانيزمات ولكن لها طريقة ما تتنسيش يعني الانبي شغال بستة طرق أول طريقة افتكر من بدايات الفلترينج ميمبرين ميسانجيال سل فاكر الميسانجيال لو وسع إيه اللي بيحصل أنا بزود الفلتريشن كلمنا عال الميسانجيال سلز ده وقلنا اللي بيوسعه ايه انبي ده في منتهى الأهمية نكون واخدين بالنا من الكلام ده طيب عشان كده لو أنا طالب هجوابها بشكل منظف أول حاجة أنا هوسع ميسانجيال سل في الفلترينج ميمبرين بص أنا في الفلتر رقم اتنين يعني ستة دي أخليها واحد ثم رقم اتنين أنا هوسع الأفرنت وديق الإيفرنت أهو يبقى ده رقم اتنين ثم رقم تلاتة أتكلم بقى على أنا همنع الألدوستيرون الرنين والألدوستيرون دي المعلومة التالتة ثم بعد كده بقى أتكلم على الديستل الديستل أربعة أمنع امتصاص السوديم في الديستل توبيول طب أمنعه إزاي يبقى الخطوة الخامسة أمنع السوديم ATP سبم الستة همنع السوديم تشنل إنها تشتغل في يعني أنا عايزك في الميكانيزم تاخد الرحلة بالترتيب علشان ما ننساش نرجع تاني لكلامنا كده قلنا ستة فاكتورس السابعة ريت أوف هايدروجين آند بوتاسيوم كلنا عارفين إن السوديم لما يمتص في المقابل إحنا بنعمل سيكريشن للهايدروجين أو البوتاسيوم الزيادة اللي اتنين بيتنفسوا مع بعض مين فيهم يتخلص الأول يعني لو زاد الهايدروجين آين أسيدوزيس هايدروجين سيكريت فالبوتاسيوم يعلى العكس لو زاد الهايدروجين آين في الدم لازم نعمله سيكريشن فالهايدروجين يفضل يعني هي ماشية على هذا النظام طب نيجي بقى على الجدول ده لما جينا حسبنا الفيلترد سوديم تمام لقناه ستة ميلي اكويفلنت في الدقيقة يعني السوديم اللي نازل في الفيلتر بينزل قديه في الدقيقة ستة قلنا طيب الستة دول بنمتص منهم كام خمسة بوينت خمسة وتسعية يعني انت بتتخلص من خمسة من مية ميلي اكويفلنت بير منت قلنا طيب لو الستة ميلي اكويفلنت في الدقيقة اللي نازلين في الفيلتر بقوا تمانية هتقول لي ايه ده بقوا تمانية يعني زادوا اتنين ميلي اكويفلنت اللي اتنين تمثل قد ايه من الستة تقول لي التلت يعني لو زاد الفيلتر دلود of السوديم التلت في الدقيقة اهو زاد التلت الone third لقيت انه الري ابزوربت سبعة بوينت تسعين وال اكس كريتد زيرو بوينت تن فاحنا عايزين نوصل لك فكرة اذا الري ابزوربت of سوديم فيلتر بير منت ثابت يعني نسبة الامتصاص ثابتة الاكس كريتد سوديم هتبقى الضعف بدل ما تبقى خمسة من مية ميلي اكويفلنت تبقى 0.10 طبعا الارقام دي مش عليك حفظ طب يا دكتور انت حطتها ليه ممكن تجيلك مسألة يجيب لك فلتر دي سوديم تمام ويجيب لك ري ابزوربت سوديم ويطلب منك الاكس كريتد قد ايه فتعمل هذه المعادلة طيب نيجي بقى دلوقتي على الرسمة دي هقدم لكم مجموعة دياجرامز الدياجرامات دي الهدف منها تتخيل الكلام اللي احنا قلناه بسرعة بص معي نفترض الفوليوم زاد اكسترا سيليولر فليود فوليوم زاد وراح للاتريم يعني الفينوس ريتيرن للاتريم عالي كلنا عارفين ان الاتريم فيها ستريتش ريسبتورس فيها فوليوم ريسبتورس طب الاتريم تعمل ايه مش عاوزة يوصلها فينوس ريتيرن عالي بسوديم عالي فروحة الاتريم طلعت هرمون حتى اسمه فطحه اتريا لا ناتريوريتك بيبطايد اللي هو الان ناتريوريس ناتريوريس عايزين تنجدقت نفس الكلام انا منعت السوديم انه هو يتنقل طبعا ده الاساس لكن لو قلد ستيرون بيعمل سوديم وطبعا من الانتركاليت الد سيلز الاي سيل فاكر الاي سيل قلنا دي مسؤولة عن الاكتف هايدروجين سيكريش وممكن ترمي سوديم زيادة في اليوريس وعندك ناتريوريتيك بيبطايد من البرين وعندك حاجة اسمها اندوكسن حاجة شبه الديجيتالس او برادي كاينين او بروستا جلاندنز طيب هحط عنوان دلوقتي وهذا العنوان تكرار هنقوله بسرعة ازاي نصلح اللي تشينجس في الاوزمولارتي طالب قال لي خلاص زاد الاوزمولارتي اشتغل الاوزموريسيبتورز وسيرست سنتر نفس الفكرة فانا عايز اوضحها لك من خلال رسمة سريعة اهي اوزمولارتي زيت فشغل السيرست سنتر او ده مركز العطش او شغل الانتي دايوريتك انتيوريتك اشتغل على الليه ديستل وكوليكتنج داكت فعمل ووتر ري اب زوبش سلامة امتصيت مية زيادة يبقى اللي نازل في اليورين قليل كأنه الفلاسك دا هو اللي بجمع فيه اليورين والعكس صحيح لو قالت الاوزمولارتي فاكر لما قلنا هايبو ناتريميا انا في شيء طبيعي ماينفعش اعطش ازاي اعطش والمية زيادة فبص السام المنقط دا معناه نوقف السيرست سنتر والإيه دي قيتش المنقط دا معناه مش شغال طيب ايه اللي يحصل لو اكلت ملح كتير بنفس الفكرة اللي قلناها زيادة الاوزمولارتي ويعمل ايه طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم على النقاط الرئيسية بقى سوديم انتيك وليل قول اللي حيحصل ايه كهوميوستيزيس لو السوديم انتيك وليل حيقل ضغط الدم معروفة طب لما يقل ضغط الدم تتوقع السمبساتيك يشتغل اه لازم السمبساتيك يشتغل لان انت في حالة سترس يديق الافرد يزود امتصاص السوديم الخريطة اللي قدامكم او الدياجرام دا دياجرام تجميعي لكل الافكار طيب انا ضغط الدم قال هل من مصلحتي ارمي السوديم في اليورين تقول لا انا عاوز احافظ عليه فقلل الان دا مهم جدا يعني لما الان 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 عكس شغله هيحصل بدل ما الان افرنت ارتريول يديق لا هيوسع فيقل الجي افار ويزيد السوديم ري ابزوربشن لان انت مش هتقدر توقف الالدوستيرون والرنن برضو لما السوديم يقل من مصلحتي ازود الري ابزوربشن بتاعه عن طريق قوة البريتوبيولر اوزموتيك بيريشر عايز ازود قوة البلازمة بروتين اللي في البريتوبيولر كابيلري اللي بتسحب المية في التجاق بص معايا تعددت الطرق والنتيجة واحدة عاوز ازود السوديم ابزوربشن وشيء طبيعي رينين انجوتينسن سيستم هيشتغل عن طريق ان في رين الاسكيميا ويطلع رينين يحول انجوتينسن سيستم الانجوتينسن وان والوان للتو والتو يشغل الالدستير وكل الطرق دي اشتركت في فكرة نقلل السوديم اكس كريشن بالنسبة لنا طيب ازاي اتحكم في الاكسترا سيليولر فليود فوليوم خلي بالك التحكم مبني بداية على الاد اتش واحنا اتفقنا الاد اتش من الفيديو اللي فات اللي يتحكم فيه هو البارو ريسبتورز اما اللي يتحكم في السيرست هو السيرست سنتر فده مهم قوي الهارت ريسبتورز هي اللي بتبعت اشارة للهايبو سالمس مصنع الاد ثم مخزن الاد اتش يطلع اي دي اتش ويشتغل وطبعا لما الاد اتش يشتغل ويزود البلد فوليوم بص هيرجع الفوليوم للطبيعي وبالتالي انهبت بمعنى هنرجع الامور لطبيعتها فكرة الناجاتف فيد باك اللي شرحناها في الهوميوستيزيس انتروضاكشن سنة اولى انا حجم الدم قال الضغط قال لا انا عايز اعلي طبعا وطبعا دي رسمة واضحة ده السوبرا اوبتك ده الاوزمو ريسبتور الاوزمو يشغل السوبرا اوبتك معايا بالسه اهي السوبرا اوبتك مصنع الاد اتش سه يشغل الابستيريور لوب مخزن الاد اتش فيطلع الاد اتش بالنسبة لنا او بص بقى كلام تاني او الريسبتور اللي في الهارت البارو ريسبتور اللي حس ان الضغط قل في الدياجرام اللي فات يبعط اشارة للفازو موتور سنتر والفازو موتور سنتر يبعط الاشارة اهي بتاعته بص تتبع الفازو موتور روح مشغل مين السوبرا اوبتك نيوكلس كلنا يا شبكة واحدة مصلحة مشتركة هتقولي اللي اللي دخل الفازو موتور موتور سنتر موتور 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 سنتر سنتر وطبعا الدياجرام ده قلنا علاقته ايه بالفوليوم السيرست السيرست في النص وكله بيشغلوا أوزموريسبتور باروريسبتور دراينيس أوف ماوس أند سروت رينين أنجو تنسل طبعا الان بي كلمنا عليها عايز دلوقتي اتكلم في آخر جزئيتين في السوديم بلانس سوديم انتاك قلنا السولت ابيتايت سنتر اس بورلي ديفلوب ستيموليتد بهايبوناتريميا وهيبو فوليميا طي سوديم اكسيكريشن ايه اللي يتحكم فيه طبعا نتكلمنا بكل التفاصيل جلوماريول وتوبيولر بلانس أو جاكستا جلوماريولر أباريتس أو بارو ريسبتور آخر جزئية هو ديستيربنس أوف سوديم بلانس تعال بقى نتكلم بشكل بسيط في خلل في السوديم بعد ما فهمنا functions of سوديم والسوديم ك filter dilute من الاكويفل كيفية التعامل معاه أو ك percentage وعرفنا ال filter the sodium وال reabsorbed وال excreted في الدقيقة وتكلمنا على factors affecting sodium excretion السبعة كلمنا على extra cellular fluid volume والتحكم فيه مرة تانية من خلال الدياجرامات عشان تبقى الصورة واضحة في النهاية sodium depletion و sodium retention أنا كنت قايل لو sodium زاد السبب ولو قال السبب السنة هنقول دلوقتي تفاصيل اكتر لو sodium قال معناها انت بتفقد ملح بتفقده من خلال sweating يبقى من skin بتفقده من خلال GIT وده مهم جدا يعني افقده من خلال GIT بمعنى vomiting diorine انت بتفقد ملح ترجع اسهال او بفقده من خلال كيدني يعني ايه حديك اجزامبل بسيط فاكر لما قلنا diabetis mellitus اه مريض السكر بيكون عنده sodium depletion ده مهم لان عنده على فكرة اسيدوزيس عالية تقولي طب والاسيدوزي ازيه تعمل ايه تستهلك من قدرة البفر فاكر لما قلنا في البداية من اهمية السوديم اكت ازا بفر سوديم باي كاربونيت سوديم باي كاربونيت اللي كيدني بتعمله ري ابزوبشن بيتفاعل مع الاسد اللي هو ايه بيتا هايدروكسي بيوتيريك اسد تمام يتفاعل معاك على كيتو اسد عشان يحوله الى ويك اسد طب انت بتستهلك في قدرت هقولك حاجة تانية هتقلل السوديم واخدناها في الاندوكراين لما الكورتيزول يقل اديسون ديزيز ليه ان الاديسون الكورتيزول في الطبيعي بيشتغل كويك الديستيرون like effect حلو لما الكورتيزول خلي بالك يقل الديستيرون effect مش هاي يشتغل طب ما هون الديستيرون هو اللي بيعمل سوديم reabsorption في ميكانيزم تاني ان الكورتيزول في الطبيعي بينشط الانجيو تينسانوجين يعني بيحولوا الانجيو تينسون وان والوان هتحول الى انجيو تينسون تو والتو يشغل الديستيرون ده العادي طيب لما الموضوع ده يقل الديستيرون كمان مش هيشتغل يعني عندي اكتر من ميكانيزم نتيجتها واحدة مش هيشتغل الالدستيرون طيب نتكلم عن المانيفستيشن المريض اللي عنده هايبو ناتريميا سوديم قليل في الدم مشكلته ايه اول حاجة هايبو تانش كل انا عارفين ضغطه هيقل طيب رقم اثنين السيرست مش هيشتغل هتقول لي طيب ودي كمان انا عارفها وشرحناها النارد طيب ليه انوريكسيا ان يعني مفيش وراكسيا معناها شهية حتى الحاجات اللي بتزود الشهية نسميها ايه راكسوجانك تمام طيب هو انا ليه معنديه الشهية لان الاكل في مية الاكل تلته فاكر الويز اوف ووتر جين قلتلك تلت المية جاية من الاكل طيب ايه العلاقة طالما السوديم وليل يعني المية زيادة فانا مش عايز اشرب مية مركز العطش عندي مش شغال طالما ما باشربش مية يبقى الاكل مفيهوش مية يبقى شيء طبيعي فقدان شهية مفيش مية في الجسم وعشان اكل عايز مفيه نسبة مية مش واكل رقم ثلاثة muscle cramps ودي حاجة بسيطة قوي دايما في مطشاط الكورة لما لعيب بيتصاب طبعا بيدخل الاسعاف وتلاقي اللعيبة تجري عايزة تشرب مية طب هنا بقى انا دلوقتي انا فقط ملح ومية اثناء الجري 90 دقيقة انا عمال اجري كذا كيلو في المباراة طب انا فقدت ملح ومية وشربت مية بس ما عودتش الملح اللي قال يبقى اخبار الاسمولاريتي ايه بتقل طب بتعود بمية بس يبقى السوديم بيقل وده سبب ليه السوديم بيقل لما اللاعب بيشرب مية اثناء الاستراحة لان انت بتخفف الاستراحة بيحصل كمان ويكنس وابسي قلناها نقطة الخمسة تهمنا لما ندرس اطفال ده كثرة الاطفال عارفنا سوديم قليل يعني جفاف دي هايدريشا طب طالما جفاف عايز اتأكد فانا بشيل اللسكين بتاع البيبي في مكان البطوكس عشان اقدر امسكه منه هلاقي اللسكين ما فيهوش مرونة مش قادر امسك حاجة في ايدي الاستيسيتي وليلة نتيجة نقص السوديم طبعا علاجه خلي بالك سوديم مع جولوكوز دايما كده لان انت لما بتدي سوديم انت بتنقل الجولوكوز كمان معاه ولو حالة اشد شوية انترا فينس بص معايا الكلمة الجاية ايزوتونيك سوديم يعني انا حديك سوديم في الوريد ولكن بترجع اوزمولاريتي زي اللي جوه السل انا مش عايز حاجة تتغير فاكر لما شرحت في بداية الفيديو ايزوتونيك فوليوم اكسبانشن حزود لك الفوليوم بس ما تقلقش باوزمولاريتي سبتة اللي برا قد اللي جوه ده مهم طب نيجي بقى للجزء التاني من الجدول سوديم ريتانشن بمعنى ايه الاسباب اللي تخلي السوديم يعلى في الدم يعلى ليه عايز اركز على سببين liver disease دايما لو المشكلة في الليفر معناه انا ما بكسرش هرمون او اي حاجة المطبخ مششغال فما بيكسرش الالدستيرون inactivated في الليفر هو بيتكسر في الكبد طب عندي مرض في الكبد الالدستيرون ما بيتكسرش بالعكس بيعلى بيعلى شغله بيزيد فيزود السوديم ايه زوربشا يعني هي الفكرة كده فييعلى السوديم عندي حاجة تانية كونز الكنز ده هو برايماري هايبر ألدستيرون زاد يعني برايماري نتيجة تيومر ورم معين في الزون اللي حتطلع الألدستيرون كلام ده قلناه في الاندوكراين ده برايماري العيب في المكان اللي حيفرز بيشتغل كتير اما الليفر ديزيز يعتبر ساكندري كوز يعني ايه ألدستيرون زاد مش من مكانه الأصلي ده زاد لإني الليفر فشل فيه تكسير الألدستيرون يبقى أنا نتيجة إليك أو الكوشنج كورتزول بقى عالي قوي فالألدستيرون طب أعطش 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 سوديم عالي يبقى المية أقل يبقى لازم نزود المية علشان نخفف الأزمولارتي نقللها من 205 ومن فوق 295 إلى 290 العادي وويكنس طبعا العلاج نقلل السوديم انتيج طيب نيجي للنقطة التانية أو الألكترولايت التاني الهام بوتاسيام بلانس زي ما اتفقنا في أي إلكترولايت عندنا لازم نبدأ بالفونجشنز بوتاسيام مهم جدا في السل كفوليوم و جرس و إنزايمز ده مهم قوي في إنزايمز نحتاجها في الميتوكوندريا تعتمد على بوتاسيام إلكترون ترانسبورت تشين شغل بايوكيميستري أكيد سمعته عن رقم اتنين راستينج ميمبرين بوتانشن قلناها مع فيديوهات النيرف السابقة الراستينج ميمبرين يعتمد أساسا على البوتاسيام حتى لما جنا شرحناها قلنا نيرنست إكويشن ارجع لفيديو النيرف حتى قلتلك سيليكتف بيرميابيليتي الميمبرين وفزا نيرف يخرج البوتاسيام أكتر ما يدخل السوديم بنسبة خمسين لخمسة وسبعين مرة رقم تلاتة أسيد بيز بلانس إيه علاقته بالأسيد بيز بلانس إذا زاد الهايدروجين أين أسيدوزيس في الدم يبقى هتخلص من الهايدروجين لكن البوتاسيام حيعلم في مكانه طيب لو العكس يبقى صحيح لو زاد البوتاسيام في الدم يبقى لازم أتخلص من البوتاسيام تمام على حساب الهايدروجين حيفضل عالف مكانه مين فيهم أكتر هو اللي هتخلص منه عشان كده قلت قبل كده بوتاسيام عند هيدروجين كومبيت توجيزر ودي نقطة أساسية لازم أخلي بالي منها كويس قوي في ملاحظة لازم تكون عارفها يا ترى الألدوستيرون لو اشتغل يعمل أسيدوزيس ولا الكالوزيس الألدوستيرون لو اشتغل يعمل ألكالوزيس طب لو ما اشتغلش يعمل أسيدوزيس خلي بالك من المعلومة دي نيجي للبوتاسيام بالانس زي ما قلت في الصوديم فاكر الاربعتلاف من الاكويفلنت ووزعناهم الفين وتمنمية اكسترا سيليولر الف ومية في العض الكلام اللي احنا قلناه ده طيب البوتاسيام تلات تلاف وخمسمية ميلي مول بتاخد كل يوم هندرد ميلي مول واتفقنا بلانس بمعنى اللي هاخده قد اللي خرجه يعني اللي انت هتخرجه كاوتبوت مية برضو متوزعين يورين وسطول تسعين يورين وعشر سطول اما السوديم فاكر قلنا عشر ونص جرام ده اللي انت بتاخده بتخرج العشر ونص جرام وقلنا توزعتهم هتمشي ازاي طيب نيجي نقول لحاجة مهمة اكيوت بوتاسيام لود نفترض ان البوتاسيام عالي جدا طالما البوتاسيام بقى عالي قوي كلود ازاي تصرف معاه هتخلص من خمسين في المية في اليورين والخمسين في المية يدخلوا جوه السل خلي بالك الخمسين في المية اللي هتتخلص منهم دول اللي هينزلوا في اليومين يبقى القالدوستيرون لازم يشتغل ده على سبيل المثال طب والخمسين في المية ازاي يدخلوا جوه السل ارجع افتكر معايا اندوكراين احنا قلنا ايه قلنا ان الانسولين بيدخل جولوكوز ومعاه بوتاسيام يعني بيدخل الاتنين جولوكوز يدخل ولازم البوتاسيام يدخل كمان معاه ده مهم جدا عشان كده الانسولين بيتفرز في حالة الهايبر كاليميا لو علي البوتاسيام في الدم انسولين يطلع يدفنوا جوه السلس فالكلام ده لازم تخلي بالك منه طب تعال بقى نفكر بعض بالذكريات فيديوهات البروكسيمال توبيول واللوب الفينل البوتاسيام كان بيمتص في مكانين سبعين او تمانين في المية يعني هي تمانين في المية تقريبا من البوتاسيام ابزوربد في البروكسيمال توبيول وتعال افكرك بالله انا قلته تلك البوتاسيام بيبقى ممتص ايرلي بروكسيمال وليت بروكسيمال ده مهم جدا عشان كده هاجي للرسمة تمام علشان تفتكر معايا البوتاسيام اهو ده البروكسيمال توبيول سيل بوتاسيام كان بيتحرق ازاي لو انا فيه هنا نيجاتيف اتشارج موجود البوتاسيام في اليوم كان بيتشد للنيجاتيف اتشارج والكلام ده كان دايما بيحصل لو الكولورايد اتحرك فاكر الليت بروكسيمال توبيول البوتاسيام يتشد ورا الكولورايد اما في الارلي كان تابع للسوديم ده كان نسبة 80% هتقول لي طيب وبالنسبة للأساندينج لوب أوف هانل السيك أساندينج لوب اتفقنا ان فيه شيال سلاسي سوديم بوتاسيام اتنين كولورايد كوت رانس بورتر كنا بننقل التلاتة دول بس في حاجة البوتاسيام كان بيرجع مرة تانية الى اليومين يرجع للسل ومن السل الى اليومين اللي هو الباك ليكدش لما البوتاسيام كان بيرجع مرة تانية لليومين أوف سيك أساندين لوب أوف هانل كان بيزود البوزيتف تشارج جوه اليومين فاكر مين البوزيتف كالسيام ومجنيزيام يعلي تركيزهم قوي ولما يعلو تركيزهم في اليومين كانوا بيتحركوا أو ري آب زوربت على هذا الأساس من اليومين الى الانترستيشيال فليود والبيري توبيولر كابيلر وفكرك برقم بوتاسيام لما رجع لليومين زود الفولتج اللي جوه اليومين أوف سيك أساندين لوب خليها زائد تمانية ميلي فولت النهاردة فيديو النهاردة فيديو ذكريات افتكر معايا اللي انا قلته بس احنا بنعمل تسليط ضوء على الكترولايت محدد وده مهم جدا طب تعالى نجمع أرقامنا وجنبنا الورقة والقلم تمانين في المية من السوديم من البوتاسيام آسف ابزوربت في البروكسيما لتوبيول وعشرين في المية من السيك الساندينج لوب أوف هيني ايه ده مية في المية خلاص بوتاسيام كله تم امتصاصه عشان كده اي اكسيكريشن اي اكسيكريشن وتخلص للبوتاسيام هيبقى جاي من الباقي ديستال توبيول و كوليكتينج ضكت وده مهم جدا لازم تعرفه طبعا اللي ينظم البوتاسيام اكسيكريشن الديتري طبعا دي معروف كل ما يعلى البوتاسيام هيشتغل سوديام بوتاسيام بام عشان ياخد البوتاسيام العالي في الدم يدخله طبعا جوه السل ويخرج السوديام دي الفكرة وان علاقته بالهايدروجين الدياجرام الدياجرام ده هو دياجرام معبر اذا زاد البوتاسيام لازم ازود الابتيك بتاعه بالبرينسيبل سيلس وفي نفس الوقت اشغل الالدوستيرو سواء ده او ده انت هتزود البوتاسيام سيكريشن فتتخلص من البوتاسيام اخر جزئية في البوتاسيام بلانس هو جدول المقارنة بين الهايبوكاليميا وهيبركاليميا ايه الحاجات اللي تخليني افقد بوتاسيام يعني بوتاسيام قال في دمي ليه لاحظ دايما فوميتنج يعني الفوميتنج ده يخليك تفقد سوديام وبوتاسيام اه انا بفقد البوتاسيام بالفوميتس حاجة تانية aspiration of g.i.t content يعني aspiration خدت عينة شفت لاجزاء من محتويات الجهاز الهضم فيها بوتاسيام سحبتها بقى مبوبة طب ما انا كده خدت البوتاسيام منك قللته فيه الدم ممكن يبقى الفقدان من تحت دايارية اسهال طب تفقد الكترولايتس او بص بقى الرابعة دايوريتكس وعايزين نتأمل في الكلام ده عندنا نوعين من الديوريتكس نوع يحافظ على البوتاسيام اسمه بوتاسيام سبيرينج دايوريتك تمام اللي هو السبيرون اللاكتون قلنا قبل كده طبعا مش ده موضوعنا انا مش عاوز احافظ انا عاوز ارميه في اليورين يعني يقلله في الدم يبقى الديوريتك التاني اللي قصلي عليه لوب دايوريتكس انا هدي دوا يمنع سوديم بوتاسيام اتنين كولورايل كو ترانس بورتر انه هو يشتغل في السيك أسندنج لوب أوف هينل يفضلوا عليين في اليوم يوصلوا للديستال توبيول مع بعض كوليكتنج داكت ينزلوا في اليورين وبما انهم املاح هيشدوا وراهم مية طب ما هو كده ده لوب دايوريتك يخليني افقد بوتاسيام يبقى ماشي مع العنوان هايبوكالين ألدستيرون عالي عارفنا الستة الكالوزيس طب ليه يا دكتور تخيل نتخيل الالكالوزيس دا معنى ايه تعندك الكالاين عالي الكالاين العالي يبقى انا عايز افقد بوتاسيام وليس هايدروجين حنا اتفقنا انه فيه منافسة بين هايدروجين و بوتاسيام لو كان عندي أسيدوزيس عالية هافقد الهايدروجين وبالتالي انت يا بوتاسيام تعلى بص معي في حالة الأسيدوزيس زاد البوتاسيام لاننا راميت هايدروجين في اليومين وسبت بوتاسيام اما في الالكالوزيس العكس طب سؤال لو انا البوتاسيام في دم قليل مانيفستيشنز تبان ازاي اول نقطة مصل ويكنس طب ليه بوتاسيام عالي في قليل في الدم ده معنى بوتاسيام اللي جوه السل هيخرج كتير على الأوتر سيرفس فيعمل هايبر بولارايزيشن وعايزك تتفق معايا في حاجة لما نقول بوتاسيام عالي أو قليل نعني اكسترا سيليولار فليود مش قصدي انه جه على الممبرين لا حوالين الممبرين بقى قليل فاللي جوه خرج كتير على الأوتر سيرفس زي بالزبط طلب اللي حوالين المدرج والإعلين جد وجوه المدرج دفعة كلها خرجوا من جوه لبرا هايبر بولارايزيشن زودت البوزيتف تشورج على الأوتر سيرفس ها فبعدتني عن الفايرينج ليبل وبالتالي الاكسايتابلتي قلت تمام اتأخرنا في الأكشن كوتينشي اللي المفروض يتنقل من النيرف إلى المسل فالنهاية مسل كونتراكشن ضعيفة يعني مسل ويكنس ويكنس يؤدي قد يؤدي لباراليسس العضو الذي لا يستخدم يضبر ده في غاية الأهمية طيب النقطة التانية المنتاليتي كمان بتتأثر عشان كده النقطة التانية منتاليتي دي براشا النقطة التالتة كيدني الكيدني ما تشتغلش من غير بوتاسيام احنا قلنا في المقدمة ان البوتاسيام مهم للإنزايمز عشان كده في حاجة اسمها هايبو كالمك نفروباسي تأمل معنى الكلمة بوتاسيام قليل الكيدني فيها باسولجي فيها مرض طبعا في الجي اي تي هتقول لي فوميتينج قلتها في الأسباب بس يا دكتور يعني ايه باراليتيك إليس شلل في الأمعاء طبعا ماهو الجي اي تي فيه smooth muscles اللي smooth muscles دي علشان تشتغل ماهو لازم يكون فيه excitation واصله طب لو فيه هايبوكاليميا هيحصل hyper polarization زي ما أنا قلت فيقل الاكسايتابيلتي فيتأخر الaction potential اللي هاي يتنقل للمسل فما يحصلش contraction في الأمعاء يؤدي إلى شلل اللي هي paralytic إليس هتلاقي قمة عظمة ربنا في ايه البوتاسيوم لما يقل يؤثر لي في اللي smooth muscle هو البوتاسيوم لما يعلى يؤثر في cardiac muscle يعني تغيرات البوتاسيوم والdisturbance هتؤثر معانا في المسل affected الجزء الثاني من الجدول hyper kalimia ايه اللي خلى البوتاسيوم يعلى في الدم أنا عايزك تفتكر الكلام اللي قلناه في الintroduction او فيديوهات البلد دور البوتاسيوم موجود فين هتقول لي اهم كطايون intracellular طب لو السل اتقصرت او ال red blood سل اتقصرت هي موليسز هيخرج منها بوتاسيوم فيعلة في الدم او العلاج الكيميائي الكيموسيرابي بيحطم الخلايا فيخرج منها البوتاسيوم او crash injury انت عربية دستك مشت عليك حاجة مؤلمة جدا بتعمل تهتك في الانسجة وكمان تخرج البوتاسيوم من السيلز عندك يعني انت عندك كذا حاجة او كذا سبب يعلي البوتاسيوم نقول حاجة تانية الشك ضغط الدم لو قال ضغط الدم المفروض لما يقل يشتغل الرنن اللي هيشغل في النهاية aldosterone ولكن لو سيفير شك ضغط الدم قال لدرجة الرنن ما بقاش شغال وبالتالي مش هيشتغل الالدستيرون فمش هيعمل بوتاسيوم سيكريشن فيعل البوتاسيوم في الدم كلها حاجات او terminal renal failure على فكرة الفشل الكلوي في نهايته هو نتيجة لرقم واحد للشك يعني واحد يؤدي الى خمسة طيب زيادة البلازما osmolarity هيعلي البوتاسيوم طبعا طبعا ده على حساب الميا وده لازم تكون واخد بالك من الحكاية دي metabolic acidosis شرحنا السبب علشان كده تعالى نركب حاجة clinical للطلبة لو انا عندي ضيابيتس مليتس عندي metabolic acidosis بوتاسيوم عالي في الدم تقولي دي ماشي مع المنطق مريض السكر الإنسولين عنده قليل والإنسولين ده هو اللي بيدخل البوتاسيوم جوه السيلز فبالتالي بوتاسيوم بيعلى بره مانيفستيشنز الهايبر كاليميا بوتاسيوم عالي بره يبقى البوتاسيوم اللي جوه مش ها يطلع الله هتقولي طب ما هو كده هيخلي جوه positive وبره negative طب ما دي قربني من الفايرينج ويزود الاكسايتابيلتي ولكن بالنسبة للهارت لأ طب ليه الهارت عايز all or none لو اديني من الاول threshold اوصل لفايرينج تقولي انا هقربك من الفايرينج اقولك اسف ماينفعش معايا علشان كده بالنسبة للهارت لما يعلى البوتاسيوم بيوقف الهارت في مرحلة الدياستول الدياستول هي المرحلة اللي القلب بيملى فيها during rest زيادة البوتاسيوم اكسترا سيليولر غيرت الفولتج ديفرنس اثناء الرست فطبعا دي مهمة جدا بوتاسيوم لو علي لتمانية ميلي اكويفلنت بيرليتر طبعا او 11 بيعمل اريزميا 8 ميلي اكويفلنت يوقف الاتريا اتريا stand still فوق 11 اقول لك خلاص ventricular fibration رعشة في الفنتريكل هتموت عند تمانية ميلي اكويفلنت يعمل طول peak T wave اللي شرحناها في فيديو الاريزميا في سنة تانية نظام جديد علاج الهايبركاليميا انسولين وجولوكوس طبعا فوتاسيام عالي مش هدخله لوحده هدخله مع الجولوكوس ده مهم جدا خلي بالك الهايبركاليميا لازم تدي للعيان باي كربونات تقول لي طب ليه هو سبب الهايبركاليميا ايه اسيدوزيس طب ما هو الاسد ده انا عايز اعمله neutralization وعدله يبقى عن طريق باي كربونات نيجي دلوقتي للكالسيوم ايون هنقوله بشكل سريع لان الكالسيوم كانت معلوماته في الرينال مش كتير 60% من الكالسيوم absorbed في البروكسيمال توبيول ودايما في بداية شرحي للبروكسيمال توبيول كنت بركز على فكرة ايه يطرى الامتصاص early ولا late ويطرى transcellular ولا paracellular من خلال tight junction فالكالسيوم في بدايته في early part كان امتصاصه transcellular عن طريق liuminal calcium pump مضخات كالسيوم فكان عبر الخلايا لكن في التلت الاخير او التلتين الاخرانيين كان paracellular فاكر قلنا ليه paracellular solvent drag المية بتمتص والكالسيوم ده يدوب في المية فكان بيتحرك معاه ويقولك على حاجة تانية افكرك بيه الكولورايد بيبقى reabsorbed بعد السوديم وبعد المية فالكولورايد النيجاتيف بتحرك من اليومين الى البريتوبولر كابيلاري فبالتالي النيجاتيف بقى عالي في البريتوبولر خلى تركيز الpositive ions اللي في اليومين عليين ما انا سحبت النيجاتيف منه فزودت الكالسيوم والماجنيزيوم فاكر والبوتاسيوم فبالتالي هم تحركوا من اليومين الى الانترستيشيال في اليود نتيجة الكولورايد السالب عمل لهم electric attraction او تفسير تاني لان الكونسنتريشن بتاعهم بقى عالي في اليومين بعد ما تسحب سوديم ومية وكولورايد الكالسيوم بيمتص 30% عن طريق الشيال السلاسي سوديم بوتاسيوم واثنين كولورايد كوتران سبورتر في السيك ascending loop of hennel وطبعا دايما الامتصاص para cellular اللي يوقف الامتصاص اللوب diuretics طب ده 60 و30 يبقى 90 باقي العشرة في الماء الاخرانيين في الديستل توبيول عن طريق السيازايد بيزود الكالسيوم reabsorption طبعا هقول معلومة اندوكراين كلنا عارفينها قبل كده ان الparas سفيت reabsorption في البروكسيم التوبيول ده اساسيات ودي الرسمة اللي انا كنت بتكلم عليها مية تحركت رقم واحد ثم قادي الكولورايد وكولورايد لما تحرك خلى الناجاتيف موجود هنا في البلازمة وخلى البوزاتيف يعلى في اليومن فاتحرك السلاسي بقى الparascellular فين الparascellular بص معايا الحتة اللي انا حاطت عليها صباعي ده التايت جونكشن الكتف اللي بين سل وسل فحصل الاتراكشن وادى الى reabsorption of كايت اينز اللي هم البيض اللي بتتشد للحاجة النيجاتيف طيب وطبعا الرسمة دي عارفينها في السيك ascending loop of هينل اهو انا بعمي ادي السوديم مع البوتاسيوم مع الاتنين كولورايد وادى الشيال السلاسي بتاعنا البوتاسيوم رجع مرة تانية re circulation فلما رجع back leakage تصرف في اليومن زود البوزاتيف جوه اليومن كتركيز من ضمها سوديم كالسيوم وماجنيزيوم وبوتاسيوم ودول اتحركوا برضو بالباراسيليور يعني اذا اللي تقال في الليت بروكسيمال توبيول قررته بنفس الميكانيزم تاني في السيك ascending loop مع اختلاف مع اختلاف جزئية صغيرة البوتاسيوم حصله back leakage فاكتورز تتحكم في انتصاص الكالسيوم قلناها في الاندوكراين باراسيارويد هرمون طبعا بيزود الكالسيوم absorption والاكتف فيتامين دي حتى شرحنا وقتها العلاقة بين الباراسيارويد الاب وفايتامين دي الابن ارجع لفيديوهات الاندوكراين الكالوزيس تزود امتصاص الكالسيوم ولا تقلله دي نقطة مهمة عايزك تفتكر معايا ان الكالسيوم بيدوب في الاساديك ميديم ويترسب في الالكالاين ميديم كلام ده مهم طبعا العوامل اللي تقلل امتصاص الكالسيوم هيكونه العكس اخر حاجة هنقولها في فيديو النهاردة وهو الفوسفيت ابزوربشن لو تفتكر في فيديو البروكسي ملتوبيول انا شرحته قلتلك ان الفوسفيت ليه صورتين يا اما داي سوديم هايدروجين فوسفيت NA2 HPO4 او سوديم داي هايدروجين فوسفيت NA H2 PO4 طبعا تفاصيل امتا بينزل داي سوديم وايه علاقته بالاسد بيس بلانس هيتشرح ان شاء الله في المحاضرة رقم 13 في بلايليست فيديوهات رينال نيو سيستم هنا في القناة سعايز اركز على جزئيتين صغيرين في الفوسفيت ان البراثيرويد هرمون يقلل امتصاص الفوسفيت من البروكسيمال توبيول عاوز يحافظ على الفوسفيت جوه اليومين لان اليومين ده نازل فيه أسدز عايزين نعمل لها نيوترالايزيشن ده مهم احافظ عليك كبفر لان لما هاجي اشرح بعد كده الاسل بيز بلانس هعرفك ان عندي تلات انواع من البوفر الفوسفيت ببريء ابزوربت بنسبة سبعين الى تمانين هو تقريبا تمانين في المية المفروض ان البراثيرويد بيقل الانتصاص من البروكسيمال ولكن فيه خمستاشر في المية بيكونوا ابزوربت في المكان ده والإكسكريتد خمستاشر في المية في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالعنوين الرئيسية اللي قلناها هل ضروري التونيسيتي تتغير مع اي تغير في الاكسترا سيليولار فليود فوليوم قلنا لا ودينا سببين وقلنا ان البرين سلز ازاي بتتأثر سريعا بتغير الاوزمولاريتي حواليها وتكلمنا عن الهايبرناتريميا والهايبوناتريميا كجدول مقارنة تكلمنا عن السوديم بالانس من حيث ايمبوت واوتبوت ومن حيث الميلي اكويفلنت ونسب الري ابزوبشن وفايدة السوديم والفاكتورز اللي بتتحكم في امتصاصه والتخلص منه حطينا دياجرامات كتير زادت الاوزمولاريتي قلت الاوزمولاريتي وايه اسباب الهايبر والهايبو ناتريميا والكلينيكال بيكتشر والتريتمينت نفس الكلام في البوتاسيوم كلمنا عن اليمبوت بتاعه وعن الديستريبيوشن وفاويده وعن الريجيوليشن اوف البوتاسيوم ورحلة امتصاص البوتاسيوم 80% بروكسيمال توبيول كلمنا عن ايرلي وليت وسيك الساندنج لوبوف هانل مع الدياجرامات كلمنا عن اسباب الهايبو والهايبر كليميا والكلينيكال بيكتشر في الحالتين لاحظنا حاجة غريبة سواء البوتاسيوم قال او زاد في الحالتين في مصيل ويكنس لو قال بيسموها هايبو كالمك مصيل باراليسيس او بريودك مصيل باراليسيس والكيدني ما بتشتغلش من غير بوتاسيوم بوتاسيوم لو قال يؤثر على السموس مصيل يعمل شلل في الامعاء ولو زاد في الدم يوقف عضلة القلب ما تنساش تمانية واحداشر فوق تمانية ميلي اكويفلنت الاتريام فيها اريزميا انت لسه عايش ولكن فوق حضاشر وداعا فينتريكولار فايبريليشن يؤدي الى ديس كلمنا عن الكالسيوم ونسب امتصاصه ستين في المية بروكسيمال تلاتين في المية سيك السامدين جلوبوفانيل عشرة في المية ديس تلتوبيول والفاكتورز التي تتحكم في امتصاص الكالسيوم تزوده او تقلله واخيرا كلمنا عن الفوسفيت صوره في اليومن هنشرحها بعدين أسد بيس بلانس كلمنا على النسب سبعين في المية من امتصاصه في البروكسيمال تلاتين بس بيوقفها البارا سيارويد هورمون وخمستاشر في المية بتكون اكس كريت اوعى تنسى الدياجرامات اللي عملناها في الديفنس اوف اكسترا سيارويلر فليويد فوليوم البارو ريسابتور الرينين انجوتنسن سيستم والسيرست سينسيشن والإتريال ناتريوراتيك ببطايد الاساسيات واوعى تنسى ان الان في ازاي بيرمي السوديم في اليورين بستة ميكانيزمز قلناهم بالترتيب في النهاية كان معاكم دكتور محمد فايز اتمنى تكون محاضرة مفيدة ان شاء الله موسيقى